الشمال يتقلب على صفيح الحرب روسيا تصاعد قسهد تستهدف نقاطا تركية واردوغان يهدد بعمل عسكري هل من معركة جديدة في الأفق لأول مرة منذ 2011 تلفزيون سوريا يرصد مظاهر الشيعية فاقعة في دير الزور والوزيرفر تقول أن طهران تحتقر الأسد في البوكمال ويقضي بإنهاء الاحتفاظ بالضباط وصف الضباط من قواته المسلحة الأسد يصدر مرسوما لتسريح عسكريه المحتفظ بهم بجروط جولة جديدة مما تبقى حياكم الله قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن صبر بلاده نفد حياة للهجمات التي تستهدف القوات التركية في منطقة درع الفرات شمال سوريا أضاف الرئيس أن الهجوم الأخير على القوات التركية في منطقة درع الفرات بلغ حدا لا يحتمل تصريحاته هذا تزامنت مع تصعيد عسكريه والأعنب منذ أذار 2020 في عموم الشمال السوري حيث كانت حصيلة ضحايا يوم أمس ما يزيد على أربعين شخص بين قتيلين وجاريه اشتركوا في القناة 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 الثابت كذلك أن جو بايدن يكره الأتراك جو بايدن لا يحب الرئيس التركي جو بايدن رفض لقاء الرئيس التركي في على همش اجتماعات الجميع العامة للأموم المتحدة وبناء عليه صاعدت انقرة وابناء عليه صاعدت انقرة وذهب الرئيس التركي إلى موسكو وبقي الاجتماع الذي دار بين الرئيسين يعني مبهما ولم يعرف ماذا سوف ينتج عن هذا الاجتماع ثم تم الإعلام فجاء بين بايدن وأنقرة لأن واشتون خافت أن تذهب أنقرة إلى أكثر باتجاه الروس وهذه اللعبة التي يتقنها الترك على مدار السنوات الماضية هي قفزة هنا وقفزة هناك المحصلة أن تركيا تنجو تركيا طيلة هذه السنوات وفقا لهذه السياسة وهذا اللعب الواضح يعني مع الأميركان ومع الروس تركيا تنجو وبأقل الخسار البعض يعتب على الأتراك والبعض يقول أن حركة الأتراك ما تزال مترددة هكذا البعض يقول ما تزال خائفة البعض يقول أن الأتراك يمكن أن يؤدوا أداء أكثر قوة وأكثر نوعية يعني هذا كلام مفهوم قد يرى كثر في هذا الكلام لكن غير المفهوم هو التحليلات الجاهزة السهلة التي تنتشر طيلة الشهور الماضية والتي سوف تنتشر كذلك طيلة الشهور اللاحقة لأن الملف السوري يكاد يكون من أحقد الملفات الآن حاليا يعني هذه البقعة شمال سوريا سواء شمال غرب أو شمال شرق هناك الروس هناك الإيرانيون هناك النظام هناك الأتراك هناك الأميركان هناك البيواي دي هناك هيئة تحرير الشام وهناك كذلك أجهزة مخابرات ما خفية منها وما ظهر منها وما بطن وهناك أتباع لكل طرف في مناطق الطرف الآخر في هذه المنطقة يعني الأمر عظيم الأمر ليس سهلا لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال وفقا لهذه الساحة المعقدة المتشابكة أن يخرج خارج ويقول والله أنه يعني مثلا قل لك تركيا سوف تعطي جبل الزاوية مقابل حصول على تل رفعت مثلا مثلا أو مقابل منبج هذه مقابل تلك هذه نظريات التسليم على الطريقة السورية بالتأكيد كثر يقولون لا يمكن لا يمكن بأي حال من الأحوال وهذه ليست يعني خيرية من الأتراك إلا أن جبل الزاوية هو أمن قومي للأتراك بشكل أو بآخر أصبح أرضا تركيا أمنا قوميا للأتراك هكذا الأتراك يرون أرضا تركيا بمعنى أن اللاجئين السوريين الأتراك لا يريدون رؤية مزيد من السوريين في أراضيهم لا يريدون إذا سمحوا للروس أو للنظام بالدخول فهؤلاء السوريين سوف يهربون إلى تركيا وهذا خط أحمر تركي خاصة وأن الانتخابات قادمة على الأبواب من هذا الباب تركيا تنظر إلى أن جبل الزاوية هو من أمن القومي شأنه شأن مناطق درع الفرات والنبع السلام شأنه شأن تل رفعت ومنبج والمالكية وعفرين بنفس الأهمية هذه إذن نظريات البعض يقول هذه نظريات التسليم وهذه مقابل تلك تجاوزها الزمن الملف معقد المتشابك لا بل كثر يقولون أن القادمات الأيام لا أحد يعلم ما الذي سوف يحدث في شمال سوريا حتى هذه الدول نفسها هذه الدول تعمل بسياسة اليوم بيوم حاليا سياسة اليوم بيوم ليس لدى أي طرف خطة استراتيجية لا يوجد لا لدى الروس ولا لدى الأمريكان ولا لدى الأتراك وهذا واضح جدا من سير العمليات على الأرض هي مجرد سياسة يوم بيوم حتى يتم حل حالة الملفات كلها والملف السوري أصبح جزءا من الملف العراقي من الملف الأذري القوقازي وصولا إلى أفغانستان وصولا إلى الخليج العربي لا يوجد حل سوريا لوحدها والحل يأتي تباعا في كل هذه الملفات المتشابكة الأطراف متشابكة لذلك لا يوجد حل سوريا لوحدها والأشياء على حالها البعض يخول أما تصريح الرئيس التركي أن صبرنا قد نفد قد لا تعمل تركيا شيء يعني مجرد ضربات انتقامية بطائرات المسيرة ليس بالضرورة عمليات عسكرية ليس بالضرورة وهي مستبعدة حتى أصلا حتى يتم اللقاء بين الرئيس الأمريكي والرئيس التركي على الأقل تركيا اليوم واشنطن اليوم عزت بالجنود الأتراك وأدانة العملية التي قامت بها البيو اي دي هل تريد واشنطن أن تدخل تركيا أو تقدم على عمل عسكري روسيا ضربت أطراف مدينة مارع كي تقول لتركيا أن الموضوع يعني البيكي كي في تل رفعت بعهداتنا لأن ما الذي يفعله الأتراك الأتراك في حيصة بيس ما الذي يفعله وهذه السياسة أن واشنطن تدفع أنقرة كي تضرب في موسكو أو موسكو تدفع أنقرة كي تضرب في واشنطن أنقرة تدرك هذه اللعبة وتتقن اللعبة جيدا بين الروس وبين الأميركان وفي المحصلة أنقرة من الناجين مع بعض الخسار هناك عتب هناك ترجن هناك تمنيات أن يكون الدور التركي أقوى لكن بعض يقول هذا سوف يقع لكن في قادمات الأيام هذا كثر من مراكز الدراسات تقول أن هذا نظام عالمي يتخلق من جديد سوريا هذا حظها العاثر هي ربما تكون يعني قلب هذا النظام العالمي أو حلحلة الملف السوري هي أحد أبرز العلامات والمؤشرات على هذا النظام الدولي الجديد الذي سوف يتشكل من أفغانستان وصولا للخليج العربي الثابت في هذا النظام الذي سوف يتشكل أن الأتراك كعبهم أعلى والإيرانيون كعبهم هو الأخفض حصل تلفزيون سوريا على صور خاصة من داخل مدينة ديريزور ترصد مظاهر التشيع المنتشرة في كل أرجاء المدينة مصادر خاصة لتلفزيون قالت أن الميليشيات الإيرانية حولت كليات التربية ومأحد الحاسوب إلى ثقونات عسكرية كما لا يزال الحرس الثوري يستولي على منازل المدنيين ويسجلها باسم عناصره من الجنسية الإيرانية المزيد مع التقرير حملتك يا فراتي بين جنبيني ونزع الروح يرنو فوق جسريني هو بيت من القصيد يجسد حالة أحد أبناء الفرات عندما أصبح أهالي دير الزور غرباء عن مدينتهم واستوطنها أغراب لا يعرف من أين جاءوا ولا تعرف لغتهم العلامة الوحيدة التي تميزهم هي الرايات الملونة التي طالما اعتادت إيران نشرت تشيع عبرها بصعوبة بالغة تتمكن كاميرا تلفزيون سوريا من الدخول إلى مدينة دير الزور ورصد واقعها بعد أن كادت تتحول إلى مستوطنة إيرانية فترصد الكاميرا هنا رايات خضراء فوق قبور رممتها الميليشيات الإيرانية والغريب في الموضوع أنه لا يعرف من يدفن فيها لتقول مصادر محلية لأبناء دير الزور لتلفزيون سوريا إن الميليشيات الإيرانية روجت إشاعة مفادها أن هذه القبور تعود لرفات مقاتلين قاتلوا مع علي بن أبي طالب في معركة صفين أما هنا فتجوب كاميرتنا بعض مدارس المدينة لنجدها خاوية على عروشها حيث لا طلبة ولا أساتذة بل جدران مدمرة بلا أسقف أكلت براميل الأسد نصيبها منها أما كليات التربية والهندسة الكهربائية والميكانيكية ومعهد الحاسوب فحولتها الميليشيات الإيرانية إلى ثقنات عسكرية الناس الذين تحدثنا إليهم في دير الزور قالوا إن الحرس الثوري الإيراني يواصل مشروع الاستيطان وتملك المنازل والاستيلاء عليها وآخر ما رصد في هذا السياق قيام المدعو الحاج أميري بشراء ثلاث عقارات في الفيلات وسط دير الزور تتغير معالم المدينة ويغزوها قوم لا يعرفهم أهلها ولا يعترفون بهم وتلفظهم أرض الفرات ولا تتقبل وجودهم على أراضيها وفق ما يقوله أهالي المدينة من أخبار إيران كذلك في المنطقة الشرقية الصحيفة الابزارفر نشرت تقريراً أعده مراسلها في الشرق الأوسط مارتن شالوف قال فيه إن مدينة البوكمال ونوحيها باتت مركز صراعاً لعدد من اللاعبين حزب الله اللبناني وكذلك الحزب الله العراقي وميليشيات شعية إيرانية وقبائل سنية ومرتزقة روس وقوات من النظام بالإضافة إلى مقاتلين أكراد ترجمة نانسي قنقر 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 قال لمن إيران تقول للناس هؤلاء رفات بعض الذين قاتلوا مع سيدنا علي كرم الله وجه سيدنا علي في صفين قال هذا رفاتهم فأنشأوا قبورا ومقامات وغدا يعني وغدا يكتبون ويرجعونها إلى أبو عبد الله الحسين فلان ابن فلان ابن فلان ويسلسلونها وترى القوم يحجون إليها ويبكون ويلطمون هذه جديدة رفات مقاتلين قاتلوا مع سيدنا علي في صفين هؤلاء يعني لا يكلون ولا يملون يريدون أن يفعلوا بدير الزور ما فعلوه بجنوب العراق وما فعلوه قبلا بإيران إيران هذه إيران نفسها لم تكن على هذا المذهب لم تكن شيعية إيران في معظمها كانت سنية شافعية وكانت الطرق الصوفية منتجرة بها وهنا كانت المشكلة يعني حتى هذه يعني الدولة الصفوية وما يعرف الدولة الصفوية مؤسسها أو نسبت إلى الشيخ صفي الدين الإردبيلي هذا سني شافعي ترقماني متصوف والرجل أنشأ أسس حركة صوفية لم تكن كما هي عليه الحل اليوم يعني لكن من أحفاده هذا صفي الدين أتى الجنيد من ثم أتى نجم النجوم إسماعيل الصفوي الشهى إسماعيل الصفوي إسماعيل الأول هذا هو الذي فيه يعني 1500 ميلادي تقريبا استمرت الدولة الصفوية حوالي 250 سنة هذا هو الذي فعل الأفعيل هذا إسماعيل الصفوي هو الذي حول إيران إلى من السنة الشافعية إلى التشيع الصفوي الذي عرفه باسم التشيع الصفوي الممزوج بديانات هندوسية ومعتقدات قديمة إسماعيل الصفوي استخدم علماء من جبل عامل من لبنان الكرامي والشعب العنيد أشارهم هذا الكراكي هو الذي أسس أول حوزة أصلا في العالم عالم من جبل لبنان يعني سيد معمم استخدم الصفوي هذا إسماعيل الصفوي أتى بلفيف المعممين من جبل عامل في لبنان لذلك لهم وقع هؤلاء جبل عامل أو جنوب لبنان لهم وقع عظيم في إيران وأسس الحوزات والمعاهد والكتب وكتبوا الكتب هؤلاء اللبنانيون ومن ثم أيضا هذه مسألة المزارات في قم في مشهد كما يفعلون اليوم في دير الزور قال لك جبل علي مقام عين علي عين علي قال هذا يعني فرس الإمام الحسين وهو ذهب إلى صفين حافروا فرسه دهس على حجر فانبجست منها الماء قال لك عين علي واليوم يقولون رفات رفات الذين قادلوا مع سيدنا علي في صفين هذه هي طرقهم استنسخوا هذه الطريقة في جنوب العراق طبعا البريطانيون ساعدوهم ليس من عندياتهم البريطانيون ساعدوهم وخلقوا نسخة شبيهة إلى حد ما بالنسخة الإيرانية في جنوب العراق واليوم يعودون ليخلقوا من دير الزور جنوب عراق آخر بصرة أخرى وإيران أخرى هذا هو هدفهم وهذه هي سياستهم ولا يكلون ولا يملون في هذا الموضوع المدارس قال تدرس التاريخ الفارسي ما الذي سوف تدرسه من التاريخ الفارسي؟ من نصاعة التاريخ الفارسي حتى يدرس طبعا الآن هناك بعض المثقفين العرب المغرومين بالتاريخ الفارسي يؤلهون الفرس لا أعلم لماذا معجبون كثيرا بالتاريخ الفارسي وبالحضارة الفارسية ويقولون أشياء غريبة عجيبة حتى وصل بهم الحال وهم يفترض أنهم محسوبون يعني بعيدين عن المتدينين يعني من الطبقة العلمانية المثقفة بين قوسين بعضهم تجده مغرما بالتاريخ الفارسي تجده يكيل المديحة لآل البيت ويتنقص من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما طيب ما دخل هذه بها؟ لماذا تتنقص من معاوية؟ يعني لماذا أنت يعني يفترض أنك من الطبقة العلمانية المثقفة متغلغل إيران متغلغل تغلغلوا أولاء القوم تغلغلوا على مدار كل هذه السنوات تغلغلوا اليوم يريدون الحرب قال لك في أذربيجان قال لماذا؟ قال هناك صهاينة طيب وأنتم على حدود إسرائيل وتجد المتردية والنطيحة وما أكل السبع تصدق هذه الروايات تصدق هذه الروايات لكن هل تستطيع إيران فعلا خلق في دير الزور خلق بصرة جديدة؟ هل تستطيع؟ الكثير يقولون بالتأكيد لا تستطيع بالنظر إلى الخسارة التي تعرضت لها عند الشيعة العراقيين وهذه الانتخابات التي حدثت في العراق اليوم والأمس أكبر دليل على عزوف الشارع الشيعي العراقي تحديدا عن إيران هذه الانتخابات هي إعلان طلاق طلاق بأن بين هذا الشعب بين شيعة العراق والإيرانيين لكنهم طبعا محكمون بالحديد والنار لكن هذا الأمر الذي حدث في الانتخابات هو أمر ليس بالهين اسماعيل قآني من الأمس في بغداد في منزل نور المالكي يريدون طبعا يريدون الآن وهذه معظلة الآن إيرانية إيران تريد أن يتفق المقتدى الصادر مع نور المالكي وتأتي بحج أبو إسراء رئيس وزراء جديد للعراق طبعا مقتدى الصادر حتى الآن رافض وقال لك يعني يهدد ويتوعد ويرعد ويزبد من المدوقع أن يرضخ مقتدى الصادر وهو يعني يكذب فيما يقوله أنه والله عروبي وبعيد عن الحضن الإيراني هذه صدقها فقط الأمير المحدث لهم ميبس عندما أعطاه الطيارات والسيارات الخاصة الراجل الإيراني يعني هو يحاول أن يقول بين الفينة والأخرى أنني لست إيرانيا عموما إيران تظن أن العراق دان لها وتظن أن ديرزور سوف تدين لها كيف العراق سوف يدين للإيرانيين هذا العراق أولاء أهل الكفة ذات يوم اشتكوا على سعد بن أبي وقاس لسيدنا عمر رضي الله عن الجميع قالوا لعمر بن الخطاب أن سعد بن أبي وقاس لا يحسن الصلاة سعد بن أبي وقاس أحد العشر المباشرين بتجنة أهل الكفة قالوا أن سعدا لا يحسن الصلاة لا بل قالوا أنه لا يسير في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية فعزله عمر هذا سعد بن أبي وقاس هكذا قال عنه أهل الكفة والإيرانيون لن يظنون أن جنوب العراق الكفة والبصرة سوف تدين لها أصدر رئيس النظام بشار الأسد أمرا إداريا قضى بإنهاء الاحتفاظ واستدعاء الاحتياط في قواته في تفاصيل الأمر الإداري الذي نشرته وكالة سانا الرسمية فإن أنهاء الاحتفاظ يشمل ضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين ويصبح ساري المفعول احتبارا من بداية شهر كانون أول من عام 2021 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر